أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إيران ستمنح أوروبا مهلة شهرين إضافيين للالتزام بتعوداتها في إطار الاتفاق النووي وأكد روحاني أن طهران ستواصل المحادثات للتوصل إلى اتفاق لكنه لفت في المقابل إلى أنه من المستبعد التوصل إلى نتائج حقيقية في التفاوض مع الأوروبيين قريبا وأشار الرئيس الإيراني خلال اجتماع الحكومة إلى أن الخطوة الثالثة من خفض التزامات إيران لاتفاق نووي لها أهمية عانية وستؤدي إلى تسريع نوعي في أنشطتها النووية مشيرا إلى أن طهران ستعلن قريبا عن تفاصيل هذه الخطوة